بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم مشاهدي التلفز التونسي الأعزاء ومتابعي برنامج مع الصائمين الأحباء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة في الله نلتقي مجددا في هذا اللقاء الرمضاني لنتحدث اليوم عن الإنابة في شهر الإجابة الإنابة هي العودة إلى الله والهرولة والمسارعة إلى المولى عز وجل فانظر أيها المشاهد العزيز كم فرطت في 11 شهر مضت وخلت كم فرطت في جنب الله انظر ما هي الذنوب ما هي المعاصي التي وقعت فيها آن الأوان وحانت الساعة بحلول شهر رمضان أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن تنيب إلى الله خاصة وأن هناك إنابة يقع فيها حتى العصات ويقع فيها حتى المشركون والكافرون ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفون الله سبحانه وتعالى عند الشدة عند الشدة وعند الضرورة وعند المحن يتذكرون الله سبحانه وتعالى هذه إنابة الربوبية فكل الناس تدعو الله سبحانه وتعالى يعني يتم زوال ذلك الطلاء الزائف وإماطة تلك الغشاوة التي كانت على القلوب عند المصائب ولذلك حتى من بين المناظرات التي صارت مع علماء الدين والملاحدة أن أحدهم قال أنا لا أؤمن بالله فحاولوا إقناعها لم يقتنعا فسأله العالم وقال له ماذا تشتغل قال أنا أشتغل بحارا في البحر قال هل حدث مرة أن أوشكت سفينة على الغرق قال نعم حدث قال ماذا فعلت قال استنجدت برفاقي وحولنا وكذا قال وهل يأست منهم قال حدث قال وماذا فعلت قال جئنا بما يعني فتحنا الأشرع وقمنا بما قمنا قال هل زالت كل تلك الأسباب قال نعم قال هل بقي قلبك معلق بأمر ما أنه قادر على إنقاذك قال نعم قال ذاك هو الله إذن هذه هي الإنابة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في ساعة العسرة وفي ساعة الشدة وفي ساعة الضيق لكن هذه الإنابة نريد أن نربو بها لأنها إنابة ربوبية نريد إنابة ألوهية أن تعبد الله سبحانه وتعالى أن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون منيبا مثلما أثنى المولى عز وجل على سيدنا إبراهيم ووصفه بأنه أواه منيب يعني يعود إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك أن تتضرع لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يبتل العبد ليسمع تضرعه تضرعه يعني بالدعاء كافهاء يا عين صاد ذكر رحمتي ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية نداء خفي يعني مخافة ودعاء وتضرع حتى تتحقق لك الإنابة والإجابة ففي هذا الشهر الكريم والصائم يعني له فرصة عظيمة لأن أبواب الجنة مفتحة لم يبقى منها باب وأبواب النار موصدة لم يبقى منها باب مفتوح والشياطين مصفدة أي أن الشياطين لم يعد لها ذلك التأثير الماضي وأن لك دعوة لا ترد من بين الثلاث أصناف الذين يعني تجاب دعوتهم الإمام العادل والمظلوم والصائم وفي حديث آخر أن دعوة المستجابة دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة الصائم حين يفتر وفي رواية حتى يفتر فحتى يفتر هي تحتمل وجهان وجه الإفطار يعني كامل اليوم لك مجال متسع لأن تدعو فيه وحتى تفتر يعني كامل شهر حتى تفتر في شهر شوال بحلول عيد الفطر المبارك فهذه كلها مجال للدعوة فلا تفرط أيها العزيز في الدعاء لله سبحانه وتعالى والتذرع والإلحاح على الله سبحانه وتعالى ولا تقع فيما حبائل الشيطان وشرك الشيطان الذي يعني يوهمك بأن الله سبحانه وتعالى لما يستجب لك تقول دعوت دعوت ولم يستجب لي أو يصبح دعائك يصبح عن تجربة وليس عن يقين اللهم اغفر لي إن شأت اللهم ارزقني إن شأت اللهم اعطي لي إن شأت هذا لايقبله الله سبحانه وتعالى خاصة في هذا الشهر الكريم الذي يتنزل الله فيه إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل من كل ليلة و خاصة في هذا الشهر لأننا ندرك ذلك الثلث الأخير الذي هو وقت السحر الوقت الأخير الثلث الأخير إذا قسمنا الليل إلى ثلاث أثلاث الثلث الأخير هو وقت إجابة عند سحورك تسأل الله سبحانه وتعالى عند سجودك تسأل الله سبحانه وتعالى وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد و الله سبحانه وتعالى ختم آيات الصوم بقوله عز وجل و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الدعوة مستجابة للصائم الدعوة في هذا الشهر العظيم هي من باب الفضيلة المكانية والفضيلة الزمنية أن تكون في بيوت الله وربما بعضنا يكون في العمرة والعمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا الزمان الفاضل هناك أوقات تستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة فيه ساعة استجاب فيها الدعاء ما بين أن يجلس الإمام وعلى المنبر إلى أن تقضي الصلاة وأن تدعو الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان وخاصة أن في العاشر الأواخر قد تصادفك ليلة القدر و السيدة عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ماذا أقول قال لها أقولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني إذن لا تقع فيما يوسس لك الشيطان وبه و يقول لك أنت دعوت و لم يستجب لك أترك عنك الدعاء ما عادي تدعي لا الدعاء لا تخسره الدعاء أنت مستفيد منه في ثلاث نواحي و في ذلك ثلاث جهات إما أن يستجيب الله لك و إما أن يدخره لك في الآخرة و إما أن يدفع عليك بالبلاء مثله و قد يكون الإنسان استجاب الله لدعائه و لم يعني يتفطن لذلك و قد يكون الله سبحانه وتعالى دفع البلاء لأن يكون البلاء نازلا و الدعاء صاعدا و يعني تصير معركة بين البلاء و الدعاء يعني تلجان يعني يتخاصمان يتعاركان و ينتصروا الدعاء ببركة الله عز وجل على البلاء فلا تقول يعني اللهم ارحمني إن شاءت أو اللهم اغفر لي إن شاءت لا كن مؤجازم و لا تمارس أسلوب التجربة مع الله سبحانه وتعالى لا يكون دعاء كدعاء تجريبيا يكون دعاء موقن مؤمن بالله عز وجل في كل المواضع حتى التي تعتقد أنها صلبة أو أنها يعني صعبة أو أنها وعرة أو أنها عسيرة تتسلح بالدعاء و لتتحقق لك الإجابة عليك بالإنابة ما معنى عليك بالإنابة؟ عليك بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى و الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى و إرجاع الحقوق إلى أصحابها و يعني عدم إدخال اللقم الحرام و المطعم الحرام على بيتك و على أسرتك و على معدتك لأن من بين الأمور موانع عقبات كأداء تحول دونك و دون بلوغ دعوتك هي اللقم الحرام و العياذ بالله رب رجل أشعث أغبر يعني يطيل السفر و يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب و مطعمه طعام و مطعمه حرام و غذي بالحرام و مشربه حرام و يعني ملبسه حرام و حين يكون مأكله حرام و مركبه حرام و كله و العياذ بالله في حرام أن يستجاب له كيفاش تحب رب يستجيب لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد قال له أطب لقمتك تستجاب دعوتك ما فيهاش مسألة واضحة أطب لقمتك تستجاب دعوتك كل اللقمة الحلال الدعوة تكون مستجابة فتتحرى هذه الأمور و كذلك حالك و أنت صائم فرصة للدعاء لا تضيع وقت الإفطار في تلك اللحظات العظيمة تضيع في الشجار أو في الخصام و هذي مالحة و هذي مش مالحة و هذي كذا و شنو اسم هالأكلة هذي و شنو أراهي في أيام معدودة و أنت محظوظ لأنك أدركت رمضان غيرك لم يدرك رمضان كثيرون من من صاموا معنا في رمضان الماضي لم يلتحقوا يعني التحقوا بالرفيق الأعلى في هذا الشهر الكريم و نسأ الله سبحانه و تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته و أن يسكنهم فرديس جنانه و أن ينزل عليهم شأبيب رحمته و فيوض مغفرته هذه فرصة للصائم حين فطره دعوة لترد ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات كان يعني يفطر أو الحاجة يعجل بالفطر حسوات ماء في الصيف في الشتاء كان يفطر على يعني تمرات أحيانا يفطر على رطبات و يكون عدده النوتر و يقول ذهب الضمأ و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله و في رواية اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت لتجمع بين الروايتين و إن كانت أحدهم مرسلة تقول اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت ذهب الضمأ و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله و تدعو بما يجول في خلدك و ما يجول في خطيرك و لا تبحث على أدعية مزجوعة أو تبحث على أدعية متصنعة أو أدعية متكلفة أدعو الله و أدعو الرحمن و تخير الأسماء أنت تطلب الرحمة قل يا رحمن تطلب الإغاثة قل يا غياث أو يا غياث المستغيثين تطلب الرزق قل يا رزاق تخير الأسماء و الله سبحانه و تعالى يعني أخفى أشياء في أشياء مثل ما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر و أخفى الإسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب و إذا دعي به أعطى في أسماء الله الحسنى إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة و أخفى ساعة الإجابة في كل يوم جمعة كذلك هذه ساعات معدودة و معلومة لا تضيحها للصائم حين فطره دعوة لا ترد لماذا؟ لأن الصائم بعد أن أمسك عن الشهوات و انكسرت نفسه و خارت قواه و حل الغروب و أمسى وهو كال من عمل يده و أمسى مغفورا له و أمسى وهو يعني أقام عبادة على وجهها و صامت كل جوارحه و صام معه يده و لسانه و عينه و بصره و سمعه و رجله صامت كل الجوارح في تلك اللحظات هو قمين بالإجابة جدير بالإجابة حري بالإجابة أن يرفع أيديه إلى الله سبحانه و أن يدعو فيقوم بالإنابة ثم بعد ذلك يعني يتحول إلى الدعاء بعد رجوعه إلى الله سبحانه و تعالى يتحول إلى الدعاء و يستغل تلك الحالات لأن الله سبحانه و تعالى تحدث عن المسافر لماذا المسافر؟ لأن المسافر دعوته مستجابة لأنه ترك الأهل و ترك الأوطان و ترك المال و ترك ما تجره و ترك عمله و ترك فله دعوة مستجابة كذلك المظلوم و عزتي و جلالي لأنصرن عبدي و لو بعد حين فدعوة المظلوم مجابة إياك و دمعة اليتيم و دعوة المظلوم فأنها تسري بالليل و الناس نيام فعليك أن تتحرى يعني من أنت حتى تعلم هل أنت من أهل الإجابة أم لا تبتعد عن الحرام في هذه الوضعيات كما قلنا المسافر المظلوم الإمام العادل السلطان العادل و لنأمتل كثيرا في تاريخنا الإسلامي عن الأئمة العادلين و الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين تتحرى في ذلك ثم يعني دعوة الوالد لولدي أن يدعو له و لذلك الدعاء بالشر حتى في لحظات الغضب لا يجوز لا يعني ما ينفلتش لسانك بدعاء على ابنك قال شو أنا أدعي بلساني و لكن قلبي لا الرسول صلى الله عليه وسلم نهاي عن ذلك لا يدعو أحدكم على متاعه ولا على أولاده ولا على أمواله ما يدعوش و الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لا عانا ولا صخابا ولا فاحشا ولا متفحشا ما يدعيش الإنسان إلا بالخير لأنه قد تصادف ساعة من ساعات الإجابة فيستجاب لتلك الدعوة إذن هناك آداب تتأدب بيها تتوضى تستقبل القبلة يعني تقدم العبادة تتشبث بالسنة بأنك يعني تعجل الفطر و تدعو الله سبحانه وتعالى و تتوسع في الدعاء لله سبحانه وتعالى بجوامع الكلم ما معنى بجوامع الكلم يعني لا يكون هذا التوسع توسعا لفظيا و إنما هو توسع قلبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قناع ذا بالنار هذه من أجمل الأدعية فيه يعني كلام الله سبحانه وتعالى و فيه اختزال لكل ما يصب إليه الإنسان فأيها الأحبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الكربات و أن يذهب عن المصائب و الملمات و أن يجعلنا من أهل الإجابة و أن يجعل الدعاءنا مقبولا و أن يسمع نداءنا و أن يتقبل رجاءنا و أن يقبل دعاءنا في نهاية هذه الكلمة لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه في رعاية الله دمتم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة